خليني بس أستوضح شيء مهم من كلامك أسيس نيكولا يعني فإذا هل صار المسيح ابن الله حين تجسد أم أنه هذا الموضوع يعني أقدم سؤال مهم جدا لأنه بناء على هالآيات يلي قرينيها ابن الله بالولادة ابن الله بالمعمودية ابن الله بالموت ابن الله في القيامة فالبعض يظنوا أنه الله أنجبوا ولدوا خلقوا حين أتىوا لكن الحقيقة مش صح لأنه في أكتر من الآية بتفرجينا أنه بنوة المسيح للآب هي أزلية من أزلية الآب مثلا بيقول الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر فإذا كان في حضن الآب الابن الوحيد وخبر بيقول كمان هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد فإذا كان ابنه قبل أن بذله ولكن حين أتى إلى الأرض بالولادة بالموت بالقيامة بالصعود برهنة أنه هو ابن الله فالله لا يتغير في أزليته يعني إذا الله ذات أب الأب هو المسؤول في البيت رب البيت والله هو حكمة هو عقل منها إجت كلمة لوجيك هو فكر والله هو حياة فشيل أي واحد منها الثلاثة ماذا يبقى من الله أن لا يكون ذات وأب وحاكم وملك وأن لا يكون عنده إن لو كان الله خلق المسيح في وقت من الأوقات إذن كان أخرس أو غير ناطق أو بلا منطق في وقت من الأوقات لأنه كان بلا كلمة أو كان بلا روح ماذا كان جماد فإذن ذات الله وفكر الله وروح الله قائم بذاته منذ الأزل فحد يقول لي كيف وبعض الناس قولوا كيف واحد زائد واحد زائد واحد يساب واحد نرجع نقول هذه الفرضيات أعتبرها محترام الجميع سخيفة لأنه نستطيع أن ندرك بكل بساطة حتى من عالمنا المادي المحسوس قديش فيه وحدات معينة أو واحد أشياء واحدة فيها مئات العناصر أنا إنسان واحد لكن عندي جسد ونفس روح أنا إنسان واحد وضمن الجسد عندي عقل وماعدة وأنا إنسان واحد حتى المياه هي مياه واحدة لكن عرضها للتبخر فتنفس الغازين هما غازين متميزين لكن إذا انفصل وبط الماء مع بعضهم حتى نعطي أمثلي مثل الشمس التي فيها النار والنور والحرارة والبيضة التي فيها السفار والبيض والقشرة لا نقول أنه ثلوث يشبه هذه الأشياء لأنه الله يعني من خارج عالمنا لكن كيف بعالم الروح لا نستطيع أن نقبل أن ضمن الله هناك تمايز من دون انفصال وهناك وحدة من دون مخلاط الكتاب المقدس لا يعبر عن فكرة الشرك مثل ما ذكرت واحد زائد واحد زائد واحد شيء طبيعي يساوي ثلاثة لكن الكتاب عبر عن يسوع أنا في الآب والآب في الروح الحال في فإذا نحن دائما نقول مش واحد زائد واحد واحد في واحد في واحد يساوي واحد يعني إذا حبينا المنطق البشر ولكن مثل ما ذكرت حضرتك أنه كيف نعبر عن الله يعني إحنا مش فاهمين كيف العقل بيشتغل وكيف الجسم بيشتغل وكيف الكواكب تشتغل أيعقل أنه نفهم الله وطبيعة الله موسيقى